اشتركوا في القناة 400 GT Flying Star 2 واحدة من اغرب سيارات لمبورغيني اللي ممكن تشوفها واللي تم تصميمها وصناعتها من قبل شركة ايطالية اسمها كاروزيريا تورينغ واللي تأسست في ميلانو عام 1925 في عام 1966 وباستخدام الهيكل الخارجي لل400 GT ظهرت الفلاينغ ستار لأول مرة في معرض تورينو للسيارات في عام 1966 وطبعا كونها بتظل لمبورغيني فما تتوقع انه تلاقي محرك 4 سيلندر تحت الغطا عيب محرك 12 سيلندر سعة 3900 تسيب ولت قوة 320 حصان وعزم دوران 374 نيوتن تنطلق السيارة من صفر لمية بسبع ثواني فاسطة أربعة وصرعة قصة بتوصل لميتين وخمسين كيلومتر في الساعة هالحكي في 66 كان عبارة عن كلام كبير تم صناعة نسخة واحدة فقط في العالم لمبورغيني إزبادة لمبورغيني إزبادة هي عبارة عن سيارة جي تي أربع ركاب وبرضو هذا الاشي غريب عن لمبورغيني تم تصنيعها لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 1968 صممت بواسطة مصمم إيطالي اسمه مارسيلو جانديني وتم تصنيعها في شركة صناعة السيارات الإيطالية بريتوني وتم بيعها جنبا إلى جب مع اللمبورغيني ميورا استوحى جانديني تصميمه من اتنين من السيارات وجمعهم مع بعض وهم اللمبورغيني مارزيل ودابريتوني بيرانا ولكن في الحقيقة حاسنها سيارة دوتج تشارجر مع سيليكا أكتر زودت إزبادة في محرك 12 سيندر ساعة 3900 سي قادر على إنتاج 350 حصان وعزم دوران مقداره 393 نيوتن متر وكانت سرعتها تقصب تصل إلى 244 كم في الساعة على مدار العشر سنوات لم يتم تصنيع سوى 1217 نسخة فقط وقدر سعر البيع أيامها بـ 21 ألف دولار في ذلك الوقت كان رقم كبير أما في وقتنا الحالي فيقدر سعرها بين 80 إلى 120 ألف دولار لامبورغيني جارما هاي السيارة اللواني الأولى بتعطيك انطباع السيارات اليابانية وأبعد ما يكون عن لامبورغيني في عام 1970 كان في سيارة اسمها آيزيليرو وكانت هاي السيارة تلبي سوق الأمريكي ووقتها أجت لامبورغينو حكيت خلص بدنا نصنع إشي جديد بدل هاي السيارة فوقتها جابت الجارما تم تقديم السيارة لأول مرة في عام 1970 في مارة جينيف للسيارات حيث قامت ببناء جارما لتلبية المعايير الأمريكية باستخدام نسخة من هيكل إزبادة واللي قصره قاعدة عجلاته بيقدار 27 سنتي صممت طبعا السيارة بواسطة المصمم نفسه اللي هو المارسيلو جانديني وتم تصنيعه في شركة صناعة السيارات نفسها اللي هي اسمها بريتوني وزودت بمحرك 12 سيندر ساعته 4000 سيسي كان قادر على إنتاج 350 حصان وعزم دوران بيقدر ب391 نيوتن وبتتسارع من صفر لمية ب7.2 ثانية وسرعة القصوى كانت توصل ل244 كيلومتر في الساعة بيعد في ذلك الوقت بسعر 22500 دولار وصنع منها فقط 328 نسخة على مدار الست سنوات ولأجل ندرتها يعد سعرها حاليا مرتفع في سوق اللمبورغيني الكلاسيكي ولكن أنا مش كثير شايفه مرتفع يعني هو تقريبا بين 60 لـ 100 ألف دولار أطلقت لمبورغيني هاي السيارة في عام 1976 في مرعة جينيف للسيارات كمحاولة لإرضاء العملاء اللي ما شتروا السيارة اللي كان اسمها أوراكو وكانت سلوات هي أول طراز بيستخدم محرك V8 طبعا كمان كانت السيارة في عليها إضافة جديدة وهي كمان أول سيارة من اللمبورغيني بتستخدم ثقف قابل للإزالة ويمكن طويه وحطه بتقدر تحطه خلف المقاعد الخلفية زودت السيارة بمحرك V8 39600 قدر على إنتاج قوة 260 حصان وعزم دوران 275 نيوتن وتتسارى من صفة المية بـ 6.8 وسرعة قصة بتوصل لـ 257 كم في ساعة انتهت أصنيعها في عام 1979 وأنتج منها فقط 54 نسخة وبيعت في ذلك الوقت بسعر 27 ألف دولار أثون كونسيت ابتكنت الشركة الإيطالية بريتونيو هاي السيارة ذات المفهوم المستقبلي والتي عرضت في معرض تورينو للسيارات في عام 1980 تم إنتاج أثون خلال أزمة لامبورغيني المالية واللي هددت بتصفية الشركة وإغلاقها ونتيجة لذلك قامت شركة بريتوني بإنشاء الأثون لإظهار دعمها الدائم لشركة لامبورغيني حيث انه تم وضع أثون في متحفهم الخاص الأمر اللي فعليا أعاد لامبورغيني للحياة مرة أخرى زودت هاي السيارة بمحرك V8 39600 قادر على إنتاج قوة 260 حصان وعزم دوران 321 نيوتن وكانت تسارع من صفة لمية بسبعة فاصلة ثلاثة ثانية وسرعة القصوة كانت بتوصل ل273 كيلومتر في الساعة يقدر سعرها في وقتنا الحالي تقريبا ب213 ل312 ألف دولار لامبورغيني برافو لامبورغيني برافو هي نسخة تجربية صمامها جانديني في بريتوني من أجل لامبورغيني وتم تقديمها لأول مرة في عام 1974 في معرض تورينو للسيارات الهدف الرئيسي منها كان انه هاي السيارة اللي بدون يستبدلوا فيها أوراكو ما بعرف شو مشكلتهم مع أوراكو كونوا بدون يستبدلوها فاعتبرت هاي السيارة هي البديل المحتمل ولكن لامبورغيني لم تضع هاي السيارة أبدا في مجال الإنتاج واكتفت بصنعها لنسخة واحدة تجربية فقط زودت البرافو بمحرك 8 سيلندر ساعة 3 ألاف سيسي قادر على إنتاج قوة 300 حصان وعزم دوران 318 نيوتن ميتر وبتتسارع من صفر لمية ب7.2 ثانية وسرعة القصة كانت توصل إلى 273 كيلومتر في الساعة وضعت برافو تحت الاختبار لمقارب الـ 64 ألف كيلومتر قبل وضعها في متحف بريتوني وعرضوها مرة في مزاد وبيعت بسعر 800 ألف دولار لمبورغيني الـ M2 كثير مننا ما بيعرف أنه لمبورغيني كان عندها سيارات بيكاب أو 4x4 لكن رجوعا لعام 1986 رح تلاقي كان 3 موديلات من مركبات الدفع الرباعي أيامها للمبورغيني كانت خروج عن الصندوق بالنسبة لللمبورغيني كانت السيارة تشتهر في ذلك الوقت بأنها سيارة رياضية فائقة وعالية الأداء ومصنوعة يدويا فهذا الاشي ما كان عندهم موجود أن تكون سيارة دفع رباعي وشغل رمل وكذا بس بنفس الوقت قوية لم تكن الـ M2 هي الأول من نوعها واللي بتصنعها للمبورغيني بوقتها كانت فعليا قبليها اشي اسمه شيتا والـ M1 السيارتين هدول كانوا تجريبيات نصنع منهم عدد قليل بعدين نزلت الـ M2 تعدى الـ M2 واللي أطلق عليها اسم رامبو لامبو جزء من سلسلة المركبات اللي هي لامبورغيني مليتاريا فقد زودت السيارة بمحرك V12 سعة وخمس آلاف سيسي قادر على إنتاج قوة 450 حصان وعزم دوران 500 نيوتر متصارع من صفر لمية خلال 7.72 سرعة قصة بتوصل لـ 209 كيلومتر أرقام حلوة بالنسبة لبيكوب في هداك الوقت انتهت تصنيعها في عام 1993 وانتج منها فقط 328 نسخة ويقدر سعر البيع في ذلك الوقت بـ 65 ألف دولار سوغنك كونسبت ديئة صمت يا إخوان إعجابا ببشاعة هاي السيارة في عام 1991 وتحديدا في معرض جينيفا للسيارات وعرضت سوغنة لأول مرة تعتبر سوغنة من بنات أفكار المصمم الياباني روجيا زاماكا روجيا ياماكزاكي راي مهم حيث انه في 13 من عمره كان يحلم بسيارة خارقة وفي سن الـ 41 نجح في ذلك حيث انه قام بشراء سيارة لامبورغيني كونتاش وصنع هيكل جديد بالكامل من الألمنيوم وقام بيطلاؤه باللون الأخضر ونقله إلى معرض جينيفا حيث كان يطمح إلى دخول سوغنة في مجال الإنتاج طبعا زودت السيارة بمحرك فيتول ساعة 5200 سيسي قدر على إنتاج 455 حصان وسرعة قصفة بتوصل لـ 300 كيلومتر في الساعة ولو حسن الحظ لم تدخل السيارة مجال الإنتاج ولو يوجد منها إلا نسخة واحدة تجربية واللي هي للآن لم يتم بايعها المشكلة في الموضوع أنه هاي البشاعة معروضة بـ 3 مليون دولار يا جماعة بريغونتا كونتس تم إنتاج نسخة واحدة منها فقط في تورين بإيطاليا بواسطة شركة لامبورغيني وتم تصنع من قبل شركة صناعة السيارات هيويلز تورينو الفرنسية الإيطالية في عام 1998 وقبل تولي شركة VW السيطرة الكامل على لامبورغيني في نهاية نفس العام وقعت الشركة الإيطالية عقد تعاون مع شركة هوليز تورينو لتصميم وإنتاج نموذج أولي مشتق من لامبورغيني ديابلو وتعتبر بريغونتا آخر مركبة طورتها لامبورغيني كشركة مستقلة لحالها وتم التكشف عنها في عام 1998 في معرض باريس للسيارات وعرضت مرة أخرى في معرض جينيف للسيارات قامت الشركة بتزويرها بمحرك V12 ساعة 5700 سيسي قادر على إنتاج قوة 530 حصان وعزم دوران بوصل إلى 605 نيوتر متر وبتتسرع من صفر لمية بتلت ثواني فاصلة تسعة والسرعة قصة بتوصل إلى 333 كيلومتر في الساعة هاي الأرقام قريبة من سيارات لامبورغيني الحديثة على فكرة النسخة الوحيدة في العالم يقدر سعرها بـ 2.1 مليون دولار لمبورغيني إيغوستيا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة وتحديدا في عام 2013 تم الإعلان عن هاي السيارة يعتمد النموذج إلها بشكل كامل على الجالاردو إيغوستيا بالإيطالية معناتها الأناني وإذا بتساءل ليش هيك إسه ما في ببساطة إنه السيارة راكب واحد لغير ويجب إزالة عجلة القيادة كمان للدخول إلى السيارة والخروج منها مثل سيارات الفورميلة 1 تم بناء الإيغوستيا من الألياف الكربون والألمنيوم المطلب مادة ما صلى الرادار يعني باختصار السيارة ما بيولقطها الرادار فالشرطة ما بتقدرش تسجل أساسا قديش أنت ماشي وهيك ولكن لحسن الحظ كانت طبعا سيارة مجرد كونسبت أو تجربية فجميع الأحوال كانت سيارة أساسا ما شرح تمشي على الشارع بشكل رسمي فما كان مهم بالنسبة لهم للمبورغيني إنهم حطوا لك هاي الميزة بس أنا أول مرة بعرف إنه فيه إدهان من هذا النوع زودة سيارة بمحرك V10 سعة و 5200 سيسي قادر على الإنتاج قوة 600 حصان وبتتسارع من صفة المية بتلت ثواني فقط وسرعات القصوة بتوصل إلى 325 كم في الساعة بصراحة رغم تصاميم السيارات الغريبة والبشعة أحيانا لكن الأداء إذا بتلاحظوا بكل الموديلات كان رائع بالنسبة للمبورغيني فهذا إشي بيخلينا نرفع القبة على الشركة دائما قدر سعر السيارة في عام 2013 بـ 3.9 مليون دولار لكن للأسف يا أخوان ما حدا فيك رح يشتريها كونها مش للبيع فهي معروضة الآن في معرض للمبورغيني ميوزيوم وهي كانت عشرة من أغرب سيارات للمبورغيني إذا عجبك الفيديو على فكرة ممكن أعمل جزء تاني اكتب لنا رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد